السلام عليكم حليل واتي لبس عليكم كانت من تكونوا جميعا في أحوال طيبة اليوم جبت لكم واحد السفنجة رائع جدا تيجي مهوة ومقرمش من على برة وخفيف بزاك ما تيجي شرب الزيت بسير بسير جدا لتيعطي هذه الحمودة اللي تندقوا في السفنجة اللي تناخدوا من على برة كما أن المقادرة تكون مضبوطة جدا هذا المرة إن شاء الله البنات اللي مبتدئت لأول مرة كيدخلون المطبخ هينجاح معاكم هاد السفنج من أول مرة إلي كنتوا حابين تعارفوا أكثر خليكم معايا لنهاية الفيديو نمر للمكونات على بركة الله نحتاج 400 جرام من الدقيق الأبيض من الأحسن استعمال الدقيق الخاص بالحلويات سينو السيدة تغرب الدقيق ديالها زوجت المرات قبل ما تخدم بيه نحتاجوا الملح كيبقى على حسب الدق تقريبا مع العلقة صغيرة 20 جرام من خميرة الخبز بالنسبة لي استعملت الخميرة الفورية الحبيبات 300 ميلي لاتخ من الماء الدافئ وملعقة كبيرة من الخل طريقة بسيطة جدا نحتاج الكأس نعمل فيه الخميرة ونضيف لها القليل من الماء الدافئ ونخليها حتى الدوب ممكن في قصعة ممكن في صالة ديال ممكن في أي حاجة حبت السيدة في الطريقة بسيطة ديالها السفنج ما كتحتش تعب وما كتحتش عجانة وما كتحتش نتلكوها بزيف نضع الدقيق الأبيض بالنسبة لي عملت 400 جرام يمكن السيدة تعمل غير 200 جرام 400 جرام اعطتني تقريبا 12 السفنجة يمكن إلا عملتو 200 جرام يمكن تعطيكم 6 سفنجات بنسبة السيدة لحبات جرب الأول مرة نضيف الخل ونضيف الخميرة المدابف قليل بالماء ثم تنقو نضيف الماء بالتدريج ونحن نخلطه هذا الماء كافي أنه يعجن لكم العجينة لكن دائما كنشي دقيق نوعية كتشرب السوائل ونوعية لا دائما سيدة تقدير بحسابه ممكن تطيف معلقة كبيرة أو زوش المعالق على حسب بالنسبة لي أنا أعطيتكم المقادر مضبوطة باش نجح معكم من أول مرة السيدة اللي كي بغيو يعبرو بالكاس ديال العنباء أو بالجبانة فمثلا إلا عملتو زوش الكيسان أو ربعة مثلا ناخدو القياس ديال ربعة ربعة الكيسان ديال العنباء الدقيق أبيض غادي نعملو معهم زوش كيسان ديال الماء أو عملنا زوش الكيسان ديال الطقيق نعملو معهم كاس الماء عبرنا بجبانة كذلك أول مثل زوش جبانات ديال الطقيق مع جبانة ديال الماء وكن نبقاو نالترنيو من بعد ما كنخلطو جميع المكونات ضروري العجينة ما كتكون كتلصق هكذا فهي مسألة عادية كنبقاو نخلطو فيها وحنا كنهزوها هكا باش كتشرب الهواء كندربوها بحالة نخبطوها مع الباغوة ديال الصالة دي وحنا تنخلطوها هذا هو القوام ديالها وده السر باش كيشي السفنج مهوي ومن بعد ذلك هدي نغطي العجينة ديالي بسي بابي سيول في غيزة ونعمل لها شي شي طوغشو هكا ديال المطبخ أو ممكن عملو مانطا لكالجو بارد بنسبة لي غادي نعملها في الفرن نخليها دفا يعني تنشعلها لها غير البولاء ديال الفرن فدفتلي في وقت قياس يعني الضعف الحجم ديالها ما ينبقى عشرين دقيقة وما كاملاش كيف ما يمكن لفو تحطوه حدا السوفاج ولا أي حاجة مكان يكون دافئ كيف ما شفتو الضعف الحجم ديالها نحاولو ندقاسيهو نخرجو مننا لهوه ونستعنو بالزيت في اليدين ديالنا تنهويوها والعجينة أصبحت جاهزة تنحاولو نقطعوها هكا كويرات صغيرة تنستمرو بنفس الطريقة حتى كنكملو كميات العجينة متوفرانينا من بعد ذلك نخليوها ترتاح تقريبا لخمسة دقائق ولما تحتاش وانتي كتخدمي بينما عدلتي الزيت فهي كتكون جاهزة تنحتاجو كيف ما تتشوفوا معايا كنحتاجو المقلات نعملو فيها كمية ضئيلة من الزيت مع الكوكوت او طنجرة الضغط اللي هنعملو فيها كمية كتيرة من الزيت ثم هادي نبدو نشكلو العجين ديالنا يعني كنستعنو بالقليل من الزيت في اليدين ديالنا وتنعملو حطخو في الوسط ديال العجينة كلنا تنعرفو نعملو هاد طريقة ديال السفنش ثم هادي تكون عدنا مقلات على نار متوسطة فيها زيت أي زيت مائدة ثم تنوضع فيها السفنجة ديالنا كنخليوتها تتحمل غير شي شويش غير كتقبط راسها كيف ما شفتو الكمية ديال زيت اللي متوفرها في المقلات ضئيلة مقارنة بالكمية اللي عملت في الكوكوت كيف ما كنعرفو جميع السفنجي فاش كنشوفو ديما المقلات يتكون عنده ميلة شي شويش يعني كيعمل السفنجة احتكت بدا تتتحمل وعادة يبدأ يدفعها اللفن او الميال اللي كيكون اللي كتكون فيه المقلات اللي كيكون في زيت غزير من بعد ما كتتحمل لي شي شويش تنقلبوها وكيف ما شفتو كتنفخ بسهولة نعود معاكم حبة أخرى تنقبطو العجينة تنحاولو نعملو فيها تقيبة من الوسط بها الطريقة وحنا كنقضو جنيبات نحتاجو مقلات فيها القليل من الزيت ما نعملوش كمية كتيرة كنخليوها غير أبن يلا كتبدأ تتحمل وتتنفخ بسهولة مجرد ما كنوضعوها في الزيت وغادي نعملو هاد المبدأ ديال المقلات والطنجرات الضقت فهو كيغنيك على الفخي التوز ولا على انك تقليه غير السفنج غير في اداة وحدة ما كتخليش يتنفخ ويجير زيال بحل اللي تنشريه من على بره من بعد ما تتبدأ تنفخ لنا السفنجة تنوضعوها في الزيت الغازير ثم تنقلبو وتنخليوها تحمر من الجوانب وهس سفنج ديال نتيجي هائل جدا غزال كانت شمنت النار اعجابكم وصفة اليوم وتجربوها اللي عنده اي سؤال اي استفسار تودولي اسفل اشتركوا في الفيديو ان شاء الله نجاوب عليك اشكركم حبتي للمتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا